مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد من فيديوهاتنا حيث سنتحدث اليوم حول أنواع النباتات التي يمكننا زراعتها في شهر يوليو في المنزل أو شهر سبعة في الصيف يمكنك الاستمتاع بالزراعة في منزلك ويمكنك زراعة العديد من النباتات المثالية للحصول على حديقة خضراء ومزهرة ومن بين هذه النباتات الخيار يمكنك زراعة الخيار في حديقة المنزل أو في وعاء ويحتاج الخيار إلى تربة غنية بمواد عضوية ورطبة ثانيا الفلفل يمكنك زراعة الفلفل الحار في حديقة منزلك والاستمتاع به واستخدامه في الطهي لإضافة نكهة الحار اللذيذ على طعام ثالثا الطماطم تعد الطماطم من الخضروات الشهيرة في فصل الصيف ويمكنك زراعتها في حديقة منزلك أو في أحواض أو في وعاء رابعا الكوسة أو القرع تعد الكوسة من النباتات سهلة الزراعة في المنزل وتحتاج إلى تربة جيدة والماء بانتظام للحصول على لتائج ممتازة وخامسا النعناء يمكنك أيضا زراعة النعناء في حديقة منزل وهناك العديد من الاختيارات الأخرى المتاحة للزراعة في شهر يوليو في المنزل مثل البطاطس والفراولة ونتمنى أن تكونوا استمتعتم بمشاهدة هذا الفيديو وحصلتم على بعض الأفكار الرائعة للزراعة في شهر يوليو في منزلكم ونود أن نذكركم مشاهدين الكرام بأن الإعجاب بالفيديو يساعدنا على تحسين وتقديم محتوى جميل ورائع لكم ولا تنسوا مشاركة أفكاركم وتجاربكم معنا في التعاليق والسلام عليكم